السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة سوفيا المرسوقي وزوار موقع المواجر اس ام كما ولفتكم كل نهار جيتكم باخر الاخبار واخر المستجددات في اسبانيا هاتي عشقا نقول لكم إلا كنوك يهموكم المواضيع وستعرفوا كل التفاصيل خليكم معنا تلخر وغدي تشوفوا كل شي بالتفاصيل موسيقى وارجعت معكم الاخوان وكمال العادة كما دائما نشوفوا ان شاء الله اخر الاخبار واخر المستجدات في اسبانيا اول خبر ان ندرو عليه هو رفع القيود من بعض المناطق في مادريد الامور رسك التحسن الحمد لله نوعا ما في الجهة دي المادريد فلذلك قروا من بعد ما كانت 41 سونا باسيكا دي سالود اللي كانت عليها ريستريكسيونيس كون فينا مينتو فقروا يرفعوها على عشرة المناطق قد نقولكم شنو ماد المناطق بطبيعة الحال وغدي ندروه كذلك على الخبر ديال الوقت فوقاش غدي ترجع كتالونيا تفتح المطاعم يعني ودور الضيافة والحانات وكل شي والموسيوس وقاعدك شي الخيمناسيوس قاعدك شي اللي ساد بسباب الكون فينا مينتو حاليا يعني قررت كتالونيا كذلك تعطي واحد الموعد مع انهم بدأوا ب 15 يوم فطوال الامر اعطوا واحد الموعد فوقاش غدي يفتحوا ويرجع الاقتصاد يعني ينتاعش من جديد في المنطقة ديالكتالونيا كذلك قد نقدروه على انخفاض يعني الحالات يعني في المنطقة ديال مرسيا وبعد القيود اللي دارو في مرسيا بدأت كتتعرف وحش شوية ديال مخفاض يعني يعني نقدرو نقوله بحلة بدأت كتتتنحاني يعني بدأت كتتنحاني المون عاطف مره اخرى وبعدت كتتعرف كتشوف واحد شوية طعض ضوء ديال مرسيا وخاكين وحداته اللي هو مقلق هو عدد الوفايات اللي ما زال مرتفع في المنطقة غادي نبداو بأول خبر دينا كما قلت لكم هو أن مادريد قررت ترفع القيود على عشرة دي المناطق في الجهة هاد المناطق هدي يعني بطبيعة الحال كم ما عرفتو يعني المعطيات في مادريد حاليا للاسكنسي خيريا زي سانيداد ولمندوبيات الصحة كتبازي على الرقم اللي كيبازيو عليه بالطبط هو عدد الحالات في كل مئة ألف نسامة مثلا في واحد الجهاش حالكي من من نسامة إلا كانت فيها واحد العدد ديال مثلا خمسمية على كل مئة ألف نسامة كيتقاسوا بالوأباء هناك يكون يعني بده الخطار فكيبدو كيديرو قيود فهد الجهات هدي داس كتنخافض نوعا ما غدي نقول لكم شنو مالجيات وغدي نقول لكم تشحل سجلو باش قررت الكمونيات دي مادريد تنقص عليهم القيود هما ديال الصورة باسيكاس ديالسالوت كيما قلت لكم اللي غايبدو ببتداء من يوم الاتنين ماشي دابا اليوم غي علنو عليها ولكن الاتنين عاد غاي يدخلو في يعني يبدو كينا سيدين الاسبانيو هبطت الميتين وربعة وثلاثين حالة على كل مئة ألف نسامة كينا سان اندريس ميتين وستين حالة على كل مئة ألف نسامة وسان كريستوبال تاهية ميتين وخمسة وتسعين حالة على كل مئة ألف نسامة هادو كينا في الدستريتو ديالبية بردي كينا سيدني pinya brieta تالسالوت 319 على كل مئة ألف نسامة وكينا رافاييل البردي تلتمية وثلاثة على كل مئة ألف نسامة هادو تابعين الpuントة دي وايكاس كينا binateros طريطو ميتين وخمسة وخمسة حالة على كل مئة ألف نسامة وكتواجد فى الدستريتو ديال موراKeepas EL resto اللي كينا في� Attorney هما الصورة بásicas ك���ان من هاته التاميين المسيح لبروخولة خالصي. البروخولة 234 حالة، على كل مية ألف نسامة، الفرنتيرات خالصي. و الأحياء يتفجيز في مدريد. ومدردد في طريقون، هذا التالي موجود في مدريد سنترو. و الذي يتفجيز في نواحي وبتبط في طريقون. كان أعتادر. ماذا يتفجيز في طريقون. كان طريقون لدي أردو، هذو اللي قلت قبل في طريقون دياردوز نعم كان سام بلاس مئتين وخمسة وستين حالة على كل مئة ألف نسامة وكتواجد في بارلا وكان غوادار راما 312 الحالة على كل مئة ألف نسامة وكتواجد في غوادار راما بطبيعة الحال هذو هما يعني الجهات اللي قررت لكمونيا دي مادريد وكنت قلتها لكم الأسبوع اللي فات قلت لكم راه النهار الجمعة كومونيا دي مادريد غدي تقرر شنو هما الجهات اللي غدي تخرجهم ودخلهم يعني يعني يبقى وعندهم الناس اللي كيعيشوا فيهم يكون عندهم الحرية انتا تنقل بدون سالبو كوندوكتو ما يكونش عليهم لا منع من الدخول ولا منع من الخروج وخسرها حسنا الإخوان وخاكين هذي القيود هذي ما كينش بزاف دي الزيارة في مادريد بزاف دي الناس يقولك لا وانا جهة اللي كانت عندها القيود وما حصلونيش لا كون يحصلوك هت يعطوك الملطة بش كونو تفاهمين غير البوليس ما ديش الكنترول بزاف لانا عيو من الكنتروليس وعيو بزاف دي الامور ولكن الى خرجتي من زونة باسيكة دي سالود ديالك اللي كانت كونفيندا ارا غدي تطبق عليك الملطة وليس قدر تعرض للملطة وهنايا غدي نقول لكم شنو هما الصناس دي سالود اللي مازالين كونفينداس في مادريد موناس داي مدريد دايب دبا قو فيها واحدو تلتين صنا باسيكة دي صلو تلي هما confinadas في مدينة كيين موناس مورادو في مدينة في ديشترطة ديش Ha Martín في ديشتري ط الحمري في مدينة ديشتري طيالد في مارdrawات الميدليس في مدينة كيين في مدينة ديشتريطة في مدينة دا روكا في جدريل موانس في مدينة ديشتريطة من المورة تالاس Puerta del Ángel Fla Latina Virgen de Begonia Distrito del Fuencarral O Mercedes Y Villamil Fchetuan Lí Fosclemdina del Madrid Son las básicas del municipios Lí Brala Madrid Quim Collado Villalba Pueblo del Collado Villalba Se llama el Pueblo del Collado Villalba Majadaonda O Valle de Oliva Majadaonda San Juan de la Cruz Pozuelo de Alarcón Pintores Parla Colmenar Viejo Norte Colmenar Viejo También las zonas básicas de Morata De Tajunia Morata de Tajunia O el barrio del puerto Doctor Tamames El municipio de Alcoslada Las zonas básicas del Manzanares O Real Manzanares del Real Que afecta el distinto municipios Distintos municipios Se establecen las restricciones Solo en el Boalo En la de Villalrejo Salvanes También incluye distintas localidades Las medidas son Solo para el municipio de Villalrejo Villalrejo Esc Serie Bueno, las empresas van a carregar Los المطاعم وتغلق اللحانات ودارت واحد الكونفيناميانتو اللي هو شابية بالكونفيناميانتو ديال مارس يعني ستتس بزاف ديال الكميرسيوس ديالها ولكن دابا يعني مقدرون قولوه تاسا ديال الكونتاخيوس كتنزل واحد شوية ويكين مش بدك السرعة اللي كانوا كتوقعوها الغريب في الامر هو ان مادريد ما تبقتش القيود وقدرت تضمن يعني واحد من خايفات كتر من 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 كتالونيا باش تعرفوا اللي وباء هذا رغريب اه كتالونيا قررت باش البروكسيمو 23 دي نوبيمبري 23 نوفمبر هو اليوم اللي غادي يرجعو يفتحو فيه التراساس الباريس الرستورانتس برستريكسيونيس وخاكك سيكونوا رستريكسيونيس ما زال ما علنوش عن رستريكسيونيس اللي غادي يكونوا غايكون ليميتاسيون دي الأفورو غايكون بزاف دي الأمور ولكن يعني هدا هو الفيتشا اللي قروه وما فاش بدهوا كانوا هدروع على أسبوعين كانوا هدروع على جوج أسابيع دابة حاليا كانشوفوهم من 14 أكتوبر من اللي بدا هذا الأمر هذا حتى الثلاثة وعشرين نوانبير يعني كان هدروع على ثمانية وثلاثين يوم تقريبا ديال الإغلاق ديال هاد المطاعم والحانات وقاع ما يتعلق بدور الضيافة المسارح الموسيوس كل شي كل شي يعني كانوا كيقولوا بأن الثلاثة وعشرين في الشهر هو النهار ديال الدياساسكالادا اللي غايبدو يعني ينقصوا فيه القيود وغايبدو يحلو تدريجيا يعني ما يحلوش مية في المية غايكونوا أفوروس غايكون بزاف ديال الأمور هادي ندوزوا ندروا على الجهة ديال المرسيا كيما قلت لكم قلت لكم أخر مطاياس ديال المرسيا بطبع الحال عرفت واحد من خيفات نوعا ما بسيط مهم 106 ديال الحالات أقل من النهار ديال البارح 700 وجوج حالة في آخر 24 ساعة وهات 700 وجوج ديال الحالات الوحيد اللي ما زال مقلق في الجهة ديال المرسيا هو الوفيات كانت 13 الوفاة وكين 700 وجوج ديال الحالات في آخر 24 ساعة 700 وجوج كتتفرق كالتالي 238 المونيسيبيو ديال المرسيا سنترو 61 في كارتاخينا 60 في توتانا 48 في ياكلة 38 في لوركا ياكلة طلعت واحدة شوية مؤخرا 48 سجلات 38 في لوركا 38 في طوري باتشيغو 35 في الكانتارية 31 في كاراباكا ديالا كروس 24 في الهاما دي مورسيا 23 في سان خابير 21 في مصرون 20 في ثايخين 19 في خومية 18 في مولينا دي سغورة 15 في سان بيدرو ديال بيناتار 14 في وينتي عالمو سعود في الهونيون 8 في بويس 7 في لوس الكاثاريس 7 في ثيسا 7 في موراطايا 7 في بويرتو لومبريراس باقي الحالات كما نقول لكم ديما مفرقة على باقي الجهات في المنطقة ولكن بواحد شكل خفيف يعني واحد شوية هدو هما المناطق يعني اللي قلت دابا اللي واصلين لأكثر الحالات وهوما سبعة يعني أقل ما كان في الجهات هذي هي سبعة الحالات وأكثرهم هي 238 لسجل المونيسيبيو ديال مورسيا ومباشرة تجيب مراه كارتاخينة بواحد وستين حالة هدو هما الأخبار ديالنا ديال اليوم الإخوان أتمنى يكونوا نلقاكم وانتما بيخيروا على خير وفي أحسن الأحوال ونشوفكم إن شاء الله فيديو خور وتكونوا في أحسن الأحوال السلام عليكم